شاهد المصريون على مدى تاريخهم تنوعا حضريا بديعا اختلطت فيه عادات وثقافات وتقاليد وأذواق حضرات عديدة ذابت كلها في الشخصية المصرية هذه شخصية المتفردة احتضنت كل الثقافات وجمعتها في نسيج واحد على مر العصور هذا التنوع العجيب تجدوه حتى الآن في كل نواحي الحياة سواء في شكل العمارة الفرعونية أو الريفية أو الصعيدية أو في أشكال المباني المملكية والخذيوية والأوروبية وغير هذا في أنواع الطعام والملابس هذا التنوع الفريد تجده تحديدا في أذياء المصريين وفي ملابسهم الجميلة التي تعددت وتنوعت تصميماتها وأشكالها وألوانها على مر العصور من الريف إلى الحضر من صعيد مصر إلى أقصى الشمال ومن سيناء إلى سيوة والوحاد في قلب الصحراء في حديثنا اليوم من مصر نقوم بزيارة لتاريخ الأزياء المصرية مع رائدة من كبار الباحثين في الطراث المصري مصرية أصيلة عاشقت فنون مصر اليدوية وحرفها التقليدية وبحثت وقامت بجولات في أنحاء مصر اكتشفت أزياء مصرية صميمة وأعادت لها الحياة بعد أن كادت تندتر ويطويها النسيان نسألها ماذا حدث لذوق المصري عبر السنين نسأل عن تأثير التغيرات الاجتماعية والثقافية على المرأة وعلى اختياراتها لأزيائها كما نسألها عن موسوعتها الرائعة حول التراث المفقود للأزياء المصرية التي وثقت فيه تطور الأزياء المصرية عبر التاريخ عن الضوق المصري وتطوره عبر السنين عن أناقة المرأة المصرية وما حدث لأزيائها وألوانها وحليها التقليدية حديث جديد من مصر أهلا بكم